بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وأيامكم سعيدة بعيد الأضحى المبارك وأيام قلائل ونلتقي على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام بعيد الله الأكبر عيد الغدير إن شاء الله تعالى ويوم الغدير عند سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث يكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى ثمنطعش سبعة ثمنطعش تموز إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم هو يوم الغدير لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا نحن وإياكم في المشاركة في يوم الغدير لأنه عيد الله الأكبر لأنه يوم الولاية يوم تنصيب الإمام عليه عليه السلام خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك علينا أن نحي يوم الغدير بكل ما أوتينا من قوة لأن هذه القوة إنما تصب في مصلحة دولة لإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه لذلك نتمنى أن لا تقع عين رسول الله وعين علي وفاطمة وعين الحسن والحسين وإمة أهل البيت وعين صاحب الزمان عليه السلام على بيت من بيوتنا إلا ويرى فيها آثار الفرح والسرور بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وأن نكون نحن وإياكم مصداقا لقول الإمام الصادق عليه السلام شيعتنا يفرحون لفرحنا ولذلك هذه علامة من علامات الشيعة والتشيع بأنك تفرح لفرح أهل البيت وتحزن لحزن أهل البيت وإذا ما شاركت ولو بشيء بسيط بأنك تعطي شيئا بسيطا من الهدايا لأولادك تذكر من حولك بيوم الغدير تتكلم برواية أو آية في مواقع التواصل الاجتماعي حول يوم الغدير فاعلم كل العلم بأن أصبحت لك يد عند أهل البيت عليهم السلام يردونها لك في يوم شدائدك في يوم حاجتك في يوم التجائك إليهم لأنها من باب ما جزاو الإحسان إلا الإحسان فإذا ما فعلت ذلك فهم يذكرونك حتما وقطعا في قضاء حوائجك ودائما وأبدا رددنا كثيرا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله يعني كما ورد عن الشيخ رضا معاش كيف أنقذ ذلك الشاب الشيخ رضا معاش يقول بأن هناك شاب من أهالي القطيف عندما ذهب مع أصدقائه لصيد الطيور وتوغل في الصحراء وفي الصحراء هو مع سيارته وتفاجأ بأن الليل قد خيم عليه وانقطعت شبكة الجوال ولم يستطع أن يتصل بأحد القضية طويلة أختصرها لكم فعندما خيم الليل وانقطع شبكة التواصل مع أصدقائه بقي في الصحراء وحيدا وكان يسير في السيارة حتى وقع في حفرة كبيرة ومن شدة الصدمة فتح الباب وارتطمه بالأرض وعندما وقف على قدميه رأى رجلين يقتربان منه وكلاهما يقول للآخر فنحاسبه قبل أن يأتي أصدقائه وقبل طلوع الشمس يقول بلحظة واحدة أصبح أمامي وكان في يدهما صوتا وقال لي بأنك لم تكن لديك أعمال صالحة كثيرة ولذلك سوف تدخل النار أنت مصيرك النار فضربني بصوت وإذا بأصرخ صرخة ملأت الصحراء بألمها وضربني مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى شعرت بحرارة وراء ظهري وإذا بألتفت وأرى حفرة من النار وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وآله القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران وعندها ناديت يا رسول الله فإذا برسول الله يملأ نوره الصحراء ويبتعد هذان الرجلان عني وقال لي رسول الله يا ولدي لديك الكثير من الذنوب لديك الكثير من المعاصي مصيرك إلى النار وإذا بإمرأة مكللة بالأنوار تأتي وتهمس بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله ببعض الكلمات وتذهب فقال هذا الشاب القطيفي يا رسول الله من هذه المرأة وماذا أخبرتك فقال هي ابنتي فاطمة سلام الله عليها وأخبرتني بأن هذا الشاب في الأيام الفاطمية في يوم من الأيام الفاطمية كان يوزع الماء على الحاضرين وله دين في رقبتي أحب أن أرجعه له الآن فعلى كل حال فإذا برسول الله يقول هذا الشاب القطيفي شفع لي عند الله سبحانه وتعالى وقال لي لقد أطال الله في عمرك وعليك أن تتوب لأنك الآن إذا مت فسوف تذهب إلى النار فعليك أن تعيد حساباتك في أعمالك تحافظ على صلاتك على صيامك على الأحكام الشرعية إلى غير ذلك هذا الشاب القطيفي عندما فتح عينيه وجد نفسه في المستشفى وكان ذلك كله في حالة الغيبوبة رأى ذلك كله في حالة الغيبوبة ثم بعد ذلك أصبح هذا الشاب من الباكين على أهل البيت عليهم السلام ودائما يبكي ويقول سبحان الله ماء عفوا بسيط كنت أوزعه على الحقرين على عزاء فاطمة أو في عزاء فاطمة يعني قدح ماء قدح ماء لم تنساه الزهرى عليها السلام وأنقذتني من النار وشفعت لي قدح ماء هكذا لم تنساه الزهرى عليها السلام أبدا وجاءت وقالت يا أبي بأن لهذا الشاب دين في رقبتي كان خادما لي في أيام فاطمة عليها السلام في أيامي فكيف بأهل البيت ينسونك إذا كنت في عيد الولاية عيد الغدير الأغر وأنت توزع الماء في هذا الجو الحار على زوار الإمام علي عليه السلام أو أنك توزع بعض الحلوى على الجيران أو أنك تصنع حلوى في بيتك تذكر أولادك بولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فكيف ينسأك علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم شدتك في يوم حاجتك في يوم حزنك وهمك وغمك يأتي إليك الأمير علي بن أبي طالب عليه السلام يشفع لك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا برسول الله يشفع لك عند الله فتقضى لك الحوائج لذلك نتمنى جميعا أن نشارك في يوم الولاية ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام يوم الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى يوم ثمنطعش سبعة ثمنطعش تموز وكذلك الذي لديه خطبة لديه عرس يؤجله لهذا اليوم المبارك كي يبارك الله سبحانه وتعالى في حياته فهذا يوم سرور الله ينزل الرحمات والبركات الكثيرة فينزلها عليك وعلى ابنتك إذا كان يوم عرسهم في اليوم الثامن عشر من شهر ذا الحجة إن شاء الله تعالى يوم عيد الله الأكبر فيكون العيد عندكم عيدين إن شاء الله تعالى برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام